قدد منتسبو البحرية وخفر السواحل قطاع البحر الأحمر العهدى بمواصلة مهامهم في حماية الجزر والسواحل والمياه الإقليمية اليمنية والموانئ المحررة ومواصلة النضال الوطني تحت قيادة قائد المقاومة الوطنية طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي جنبا إلى جنب مع مختلف التشكيلات العسكرية حتى استعادت الدولة وعاصمتها صنعاء ودفن خرافة الولاية وبتر الأذرع الإيرانية جاء ذلك خلال تبادل الزيارات الميدانية بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى السادسة لانطلاق عمليات المقاومة الوطنية وتقدم الزيارات المتبادلة العميد عبدالجبار الزحزوح قائد قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر والعميد روكن بهيجي الرمادي قائد اللواء الأول مشاه بحري وعبر منتسب خفر السواحل والبحرية عن اعتزازهم وفخرهم بما وصلت إليه المقاومة الوطنية من احترافية وهي تعيش الذكرى السادسة لانطلاق عملياتها من الساحل الغربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر